لأول مرة منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد الشيعة السوداني دعوة رسمية لزيارة واشنطن جاء ذلك خلال لقائه في نيويورك وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين حيث نقل الوزير الأمريكي دعوة الرئيس جو بايدن إلى السوداني لزيارة البيت الأبيض من أجل المزيد من التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وأبدى رئيس مجلس الوزراء استعداده لتلبية هذه الزيارة في موعد يحدد لاحقا مشددا على أهمية استئناف أعمال اللجنة العراقية الأمريكية المشتركة فيما يخص اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين وجدد التشديد على أهمية التعاون المشترك في المجال الأمني لمحاربة داعش وذلك في ضوء تنام القدرات والإمكانيات القتالية للقوات الأمنية العراقية وقدراتها للحفاظ على الأمن في جميع أنحاء العراق